يقود الاخوان للانتحار السياسي هذه جملة ردتها عندما علمت بما يدور في الغرف المغلقة داخل جماعة الاخوان المسلمين ليقنع الشاطر كل جماعة الاخوان المسلمين بضرورة دخول انتخابات الرئاسة حاول الشاطر في هذه الاجتماعات ان يقول لهم ان السلطة بتاعة المجلس العسكري ترفض ان تعطينا رئاسة الحكومة وفي هذا كما انها ترفض ان تقيم نظاما برلمانيا اي انها تسعى الى نظام رئاسي ثم يقف رئيس منهم على قمة السلطة وينكل بنا مرة اخرى يجب ان ننتزع السلطة انتزاعا من المجلس العسكري ونصل نحن الى السلطة عبر الانتخابات وبالتالي يجب ان نرشح احدا في الانتخابات حلم حياة خيرة الشاطر انه كان يبقى رئيسا لجمهورية مصر العرب لذلك خرج اتباعه في مؤتمر صحفي على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة ليرددوا ان خيرة الشاطر يوسف هذا العصر خرج من السجن ليحكم مصر وهنا والان نقول لهم انه دخل السجن بعد ان حكم مصر وفشل في حكمها فهناك فرق بينكم وبين الانبياء الاطهار ذاكى يوسف عليه السلام نبي الله اما خيرة الشاطر فهذا الرجل الذي تلوست يده بدماء المصريين وهو المسؤول الاول عنها تلك الدماء التي سالت امام الاتحادية وفي كل مكان من بعد 30 يونيو حتى حتى هذه اللحظة مشهدان لا يمكن تجاهلهم سبق ترشح الشاطر المشهد الاول هو اسراره على انه ياخد عفو تبرئة زمة قبل خروجه من السجن على خلفية قضية ميليشيات الازهر وتعهده قدام المجلس الاسكري بعدم استخدامها استخدام هذه التبرئة الزمة في الترشح في اي انتخابات وتحايله على ذلك ثم اعلان ترشحه في انتخابات الرئاسية المشهد التاني وهو بيقنع مجلس شورى الجماعة بضرورة خروج الانتخابات الرئاسية واسراره على اعادة التصويت برغم ان التصويت الاول كان كيت يعني نص نص كله مش فقله ما ندخلش ده موضوع كبير جدا لكن بعدما اقنع جزء من الحاضر بضرورة التصويت بنعم عاد التصويت مرة اخرى ونجح في ده بنسبة ضئيلة جدا ونزل فعلا كمرشح لجماعة الاخوان اخوان يتنفسون كذبا قادرون دائما على تبرير كسبه وعندهم آلة اعلامية بتسوى الكتب ده بشكل مزهل جدا قبل كده لو فاكرين تعهد الاخوان بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية بعدين رجعوا في تعهدهم بعد حصولهم في غرفة مغلاقة ايضا على ضوء اخدر من الامريكان بعدم وجود مانع لديهم من الوصول الى سدة الحكم في مصر نحن الان نقول نحن لن نختار واحد من الاخوان المسلمين ولن ندعم وكنت اتمنى ان يترشح احد في تيار اسلامي يعني محسوب على تيار اسلامي ومش مسلم ليه فضل ليه لان حرصا على مصلحة مصر التي الان يعني تحت المجهر لو تقدم واحد من هذا الصنف بالذات الان مشكلة في اجتهداف مصر فيما ينتظر لها في المستخدر توصد اجتهداف خارجي ودولي نعم كما حدث مع حماس بالضبط والان الحمد لله المشهد بيعود مرة اخرى ليحقق ما قلناه نحن رئيس توافقي لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتخاب جديد لرئيس الجمهورية لرئيس دولة وهناك انتخاب ايضا لرئيس وزراء جديد ليس لا من حماس ولا من فتح شخصية وافقية والان يعلن كل الكتلتين ان كل واحد منهم يريد ان يترك موقعه كرئيس وزراء وان يتم انتخاب جديد لرئيس دولة متفق عليه تحت مظلة نظمة التحرير الفلسطينية التي تجمع الان كل فصائل الفلسطينيين وهذا مشهد يؤكد ما قررناه نحن في مصر هنا ان المصلحة تقتدل الان ان يكون شخصية وطنية توافقية ايضا قيم طبعا بعد الفاصل نواصل تابعونا الجماعة حصلت على موافقة امريكا عبر اجتماعات جرت في غرف مغلقة بالمقطم مع جون مكين وان باترسون وفي الولايات المتحدة الامريكية مع اوباما شخصية ثم تحرك التنظيم على خلفية الضوء الاخضر بعد هذه الاجتماعات التي طالت كما قلنا بين السفيرة الامريكية ام باترسون وخيرة الشاطر في مقار خيرة الشاطر في مدينة ناصر وداخل السفارة الامريكية بعدها تحركت الجماعة دخلت في مفاوضات مع المجلس العسكري في غرف مغلقة عديدة ايضا دخلت في مفاوضات مع بقية القوى السياسية من اجل فرض الامر الواقع وتسويق اننا قادمون لرئاسة بدعم امريكي واوروبي ثم بدأت لغة التحريض على القوات المسلحة المفارقة الغريبة ان الاخوان ينفون اي تنسيق مع الامريكان بشأن وصولهم للسلطة رغم ان لقاته بالامريكان كانت علانية واخفاءها كان من رابع المستحيلات كمان بعدها مارس الامريكان ضغوط واضحة جدا بهدف وصول حلفاءهم الى مقعد رئاسة الجمهورية لكن الجماعة كانت مستعدة لقرار زي استبعاد الشاطر وكانت جاهزة ببديل طبعا استبعد الشاطر ومعها اللي هو عمر سليمان هم كانوا جاهزين ببديل لم يكن هناك افضل من محمد موسي تلميذ الشاطر الذي يسمع ويطيع دون مناقشة شوف كده يعني كلمتين في الجنب كده دكتور محمد موسي السلام عليكم عليكم السلام في الله بركاته مع زرطان يا حبيبي لا تعمل عمرك يا دكتور انا عايز افكرك بموضوع انك يو تعمل جواز اذا كنش عدي جواز سفر بس احاضر احاضر انا فهم في الاخر انت حتصال في السلطة سفر انت ده ده الاصل يعني بس حاضر حاضر ان شاء الله حسنا اذا كننا حنسافر اه كنت انا بقول لي وسامل البيزا والبتاع فقال الجوازات الدباه ويقول لي احنا نجيب البيزا فانا مش عارف انت عدين شو بانا حاضر حاضر ومحمود حضراتك هتقول لي محمود ابو زيد ولا اه هو محمود عارف بس هو محمود المعد بالنسبة له يفرق لانه في يوم سبتة هي بقى خرح خرح ابنه فعايز جيب ايد عنه يعني انه سبتة مهم اللي جاي ده لا مش اللي جاي ده ما احنا نضعف روح السبت اللي جاي ده لانه الفيزا بتا خطرة تاربعة طيان في السفر اصل اه يعني انا متكلم على سوا اللي بعده يعني غالبا اه اه يعني بنتكلم نفسها لحد اثنين بعده يعني ايه ما هو ليه بقى لانه احنا سوا ده طبعا انت عارف المعدين اللي انا برتبهم دول اه انا صاهم وانا كنوا انو حضر الاثنين لبعده حتما مهم ان كنوا حاضرين فيهم يعني اه طي محضرتك اه ركبهم الاولى وبناء انا علينا قولي الاسبوع اللي بعدهم ما انا باعمل كده باعمل كده شوالك باعمل كده المعذرة ما انا ازعاجك لا يا حبيبي بس انا كنت فيها واحد صديقي جدا اه بيعمل حزب حلو او اسم حزب الحضارة لذلك اختاره الشاطر حتى يعود مرة اخرى للسلطة يحقق امله في الوصول اليها وان يحكم من وراء سطار مرسي يجلس على الكرسي والشاطر تصدر عنه القرارات ادار الشاطر رئاسة الجمهورية من مكتبه بمدينة نص بعد ان اصبح مرسي مجرد خيال مآتة كل دوره يتلقى رسائل الشاطر ليترجمها القرارات في اليوم التالي دون مراقشة او اعتراض غدا يوم جديد وغرف مغلقة جديدة القاكم على الف خير ومحف